كرم الاتحاد الدولي للمنظمة الهندسية نائبا رئيسي ورئيس لجنة المهندسين الشباب في الاتحاد بل في اتحاد المهندسين الكويتيين زينب القراشي إلى جانب أعضاء المجلس التنفيذي تقديرا لجهودهم وإسهاماتهم جاء ذلك في ختام أعمال الجمعية العمومية للاتحاد الدولي التي تزمن انعقادها مع المؤتمر الدولي للمهندسين الذي ناقش دور المهندسين في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 القراشي قالت إن تكريمها يؤكد التقدير والترحيب العالميين بدور المهندس الكويتي وجهوده لافت إلى أن مشاريع المهندسين الكويتيين الشباب لاقت اهتماما واسعا لا سيما المتعلقة بإنشاء وحدات سكنية في أكبر مخيمات اللاجئين في إفريقيا